طيب الطبق الثالث مباراة مازمبي والأهلي وأنا عندي كلام كتير جدا على مباراة مازمبي والأهلي أولا الحمد لله إحنا هنا يوم الثلاث ومش محتاجة استعرض بقى إحنا قلنا إيه يوم الثلاث الناس كلها الحمد لله منتبعنا وحفظة وعرفة إيه اللي بنقوله قلنا يوم الثلاث فيه مشكلة هتواجه الأهلي في هذا اللقاء والمشكلة ليه علاقة بالبس الفضائي والمشكلة ليه علاقة إن البس الفضائي ده ممكن يأثر على تقنية الفار أنا بأكد لكم النهاردة بشكل رسمي المباراة كانت تقام بدون تقنية الفيديو دي معلومة ما تقلتش في أي حتة قبل كده مباراة الأمس لعبت بدون تقنية الفيديو ليه؟ لأن مبارح التلفزيون الكنغولي أنقذ المباراة وقام بتصوير المباراة بمعداته بأدواته الوطنية التلفزيون الوطني هو اللي صور المباراة ورغم أن الاتحاد الافريقي متعاقد مع شركة أوروبية لإرسال معدات وعربية أوبيفان وطاقم تصوير لتصوير المباراة هذا الموضوع شهد أزمة كبيرة جدا في الجمارك والسلطات الكنغولية لم تفرج عن الأدوات ولا المعدات لتصوير المباراة ولولا قيام التلفزيون الكنغولي بتصوير المباراة المباراة مبارح كانت ممكن تتأجل ومتتصورش والموضوع كان مترحل لغاية قبل ساعة ونص من بداية اللقاء قال بقول لكم كلام ما تسمعش قبل كده وما تقلش قبل كده وفوج مسؤول الاتحاد الافريقي في اللحظات الأخيرة بهذا المشهد وبهذا المنظر مسؤول الاتحاد الافريقي ما كانواش يعرفوا كل التفاصيل اللي بقول لكم عليه هدية ولولا قيام التلفزيون الكنغولي بتصوير المباراة المباراة دي كانتش هتتلعب مبارح ما كانتش هتتلعب التلفزيون الوطني هو اللي قام بالتصوير ونفس الأزمة دي حصلت في مباراة بيترو أتليتكو وده اللي اتكلمتي فيه التلات اللي فات البس الفضاء كانت فيه مشكلة الكاميرات اللي الزواية كانت بتطع فيها كتير وعلى هذا الأساس الفار ما اشتغلش كتير طيب هل الموضوع انتهى؟ لا بعد المباراة مبارح حصل تحرك كبير جدا وفيه خطابات تم إرسالها بخصوص هذا الموضوع وأعتقد فيه حاجتين هيحصلوا يا إما يبقى فيه عقوبات لأن الأمر دا حصل في الدور الإفريقي وعلى هذا الأساس كان فيه وقت مبكرا في اتخاذ القرار واتنقلت مباراة مازنبي من الكنهو إلى تنزانيا والحاجة التانية لو لا قدر الله يعني ان شاء الله الأهل هيعد مازنبي الجمعة الجاية بس لو مازنبي وصل فينال فيه كلام على المباراة دي في الملعب دا فيه كلام على المباراة دي في الملعب دا لو مازنبي وصل فينال ويبقى فيه خطوات جدة هتحصل بس إن شاء الله بإذن الله مش هنتكلم فيها لأن بإذن الله الأهلي يتخطى مزين بالجمعة الجاة ويتعاهل للنهاية وينقذ الاتحاد الإفريقي من كل هذه التفاصيل في الفترة اللي جاية الاتحاد الإفريقي على فكرة مش هدافع عنهم هما بيبقوا حرسين يعني أن هما يبقوا مركزين في كافة التفاصيل ولكن أزمة مبارح كان فيها كيواليس وتفاصيلي يعني الحمد لله الأهلي تخطاها بنسبة كبيرة قدر يفرط سيطرته يخرج من المباراة لبر الأمان يتعادل سلبيا ولكن مش عايز أروح للنيات السيئة إن الناس كان هدفها إن المباراة ما يكونش فيها تصوير إمكانيات جيدة إن المباراة ما تكونش بتقنية الفرق فيه كلام كتير جدا إن كان أنا ما بين السطور قلتوا التلاتة اللي فات ولكن الحمد لله النادي الأهلي تخطى المباراة وتأهل بنتيجة إيجابية في لقاء الزهاب لسه طبعا التأهل التاريخي الجمعة جاة ولكن لقاء الزهاب بيأهلك بنسبة إيجابية في انتظار نتيجة لقاء العودة اللي هيبقى صعب جدا 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 إيه وحد يتخيل أنه ماتش العودة سهل ماتش العودة صعب وأصعب من مباراة الزهاب ولكن هي نتيجة إيجابية سبق للأهلي تحقيها قبل كده عشان برضو مباراة الناس كتبت معلومات وأخبار وأرقام غلط الأهلي قبل كده ما تعادلشه دي أول نتيجة جباه في مازينبي لا الأهلي قبل كده تعادل في مازينبي مش أول مرة الأهلي يتعدل في مازينبي